سكايب صاحب التغريدة زياد عبد المتين وأيضا أخته شيما عبد المتين اللي موجودة في الرياض مع بنتها الله يحفظها اللي تفتح النفس أرجع لك أول شي زياد أتكلم معاك عن قصة التغريدة اللي انت غردتها في تويتر ولقيت تفاعل كبير جدا رغم أنه السفر ممنوع هذه الفترة كيف جتك السهل فمن قبل أختك يا أهلا سهلا أول شي أحب شكرك أخوي عبد الله الفكرة والله هي أنه يعني أختنا بتنشر لنا وتتكلمنا صراحة كواجب أنا أنا قلتهم واجب فردي وواجب كل فرد سعودي أنه يبذز هذه المجهودات اللي صارت أنا عن نفسي استغربت يعني اللي صار بالضبط الواحد صار يعني شي ما كان يتوقعوا أبدا أنه يصير نشرت التغريدة كما وقفه مجهود يسجل للوطن صح أو ما توقعت التغريدة أنه يكون أو أنها توصل لهذا الصدر الكبير تفاعل كبير جدا من الناس أختي أم ميس قولي لي كيف كانت رحلتكم من المدينة إلى الرياض توقعتي أنك توصني إلى الرياض وبطائرة خاصة وتقدم لك كل هذه الخدمات يا أختي أم ميس شايمة يا أهلا وسهلا لا أتوقعت يعني في البداية هي الهرجة أنه إحنا نسافر عن طريق السيارة لكن قلت خلينا نجرب نرسل لوزارة الصحة ونقول لهم عندنا موعد في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ونجرب حظنا يعني نشوف بس ما شاء الله ما أتوقعت كانت تجاوب مرة سريع مع وزارة الصحة الله يديهم العافية وتفاعلوا معنا وتجاوب معنا الحمد لله أنت كنت ترسلين لوزارة الداخلية أنه بنتي مريضة وأبغى بس نروح عن طريق البر من المدينة للرياض تفاجأتي أنه أنت في طيارة خاصة لك وسكن خاص سنتظرك وبنتك هذه ألزم مع البلد البنت هذه تكون صحة وسلامة أيو الله الحمد لله وش اللي صار معاكم من ركبت الطيارة إلى أن وصلت الرياض طبعا هم من يوم ما أخذونا أخذوني من البيت بسيارة إسعاف كان ما شاء الله اهتمام مرة فائق بالبنت وبيه من ناحية يعني قياس حرارة ويتطمنوا على صحتها وحالتها الصحية إلى أن وصلنا الطيارة الطيارة ما شاء الله يعني كان فيها قمة من الاهتمام الطيارة كانت طائرة الإخلاء الطبي الجوي كانت قمة في الاهتمام والرعاية الصحية كان في ممرضات معنا عشان يعني يطمنوا على وضع ميس كمان وكان في بعض الأشخاص برضو منتقلين من مدنهم إلى مدينة الرياض ومن وصلنا هناك استقبلونا قدموا لنا الله يزاهم خير مركز الإخلاء الطبي سحور ما شاء الله سحور متكامل من وإلى أي شيء كنا محتاجين ووفروا لنا من ماء من تامور من لبن إلى أن وصلنا مركز الأمير السلطان في ناس يتوقعون أنه أنتو زياد أنتو عندكم واسطة في وزارة الصحة وعندكم أحد تعرفونه ولذلك تقدم طيارة خاصة لمواطن لأنه عنده واسطة كبيرة جداً أنتو عندكم واسطة تعرفون عليها بس؟ هي لو كانت في واسطة كان مكان معايا أشخاص يعني في الطيارة كان فيه أشخاص جايين من تابوك أشخاص جايين من الجوك حالة ثانية كانت معهم في الطيارة قول لي زياد سالفة الواسطة لأنه في بعض الناس يقولون واسطة عندهم واسطة وطيارة على حسابك وحساب الحكومة ولا ريال دفعته دفعنكم إلىين وصلتوا إلى الرياض والآن حتى هي ساكنة أختك في سكن خاص لها صح ولا ريال وبالعكس معززة مكرمة طيب زياد كيف شفت ردود الأفعال من قبل المواطنين السعوديين الذين كانوا مفتخرين جداً بوطنهم وذين يقدموا لأبنائهم؟ والله التفاعل كان جداً نضائع يعني كانت من دعوات وكلام فخر للمملكة والذين يتقدمون لشعبها يعني حتى للبنت صراحة صراحة شوف أخي عبد الله نحن كلنا لازم نفتخر بهذا الوطن لأن هذا الوطن عزت ورفعت راس شعبها صح وما تركته مخذول أبداً لا المشكلة أنه ترى الفترة هذه فترة حارجة جداً في التنقلات فترة حارجة جداً في كل شيء أنك تقدمها الخدمة لطفلة صغيرة جداً وممكن تقدمها الخدمة في أي مستشفى في المدينة ترى يعني شيء ما يستوعب يعني ها؟ هذه البنت هي المكسب الرئيسي لنا يعني هذه الرسالة التي تريد توصلها لكم وزارة الصحة التي تمثل الحكومة وقاعدة تقول لا أبداً أنا أنقل البنت هذه ونحن مسؤولين عنها إلين توصل الرياض وإلين ترجع البيتها ثاني مرة في المدينة صح زياد؟ صحيح يعني حتى الآن متكفلين فيها فترة العلاج كاملة ستقعد هناك لمدة ستة أسابيع تقريباً في الزيادة طيب أم ميس قوليلي بس عن حال البنت الآن ووضعها طبي بسم الله ما شاء الله تفتح النفس اللي بحضنك هذه بسم الله ما شاء الله الله يساعدك فقوليلي إنه إيش اللي قاعد يصير معها الآن وكيف وضعها الطبي بالنسبة لميس الحمد الله حالياً وضعها الحمد الله بصحة طيبة وحالياً وضعها مستقيرة الحمد الله اللهم لكم حالياً نحن في مدينة الأمير السلطان الإنسانية عشان تتلقى العلاج الطبيعي والتأهيل المكثف لرجلها لأنها عملت عملية تطويلة وتار في القدم فكت الجفس تقريباً من شهرين بس ما كنا نقدر نيجي مدينة الأمير السلطان في البداية لأنه كانت الأزمة مرة يعني صح فلما انخفت الأزمة يعني كلمونا وجينا الحمد الله تحياتي وتقديري لهذه الطفلة الجميلة بسم الله ما شاء الله تبارك الله شاء الله يحفظها لك ومشكورة على حرصك عليها وما اللي صار معاكم هذا يصير مع إن شاء الله كل المواطنين وهذا اللي قاعد يصير في هذا البلد العظيم أختي أم ميس شيماء عبد المتين شكراً جزيلاً لك أخوي من مكة المكرمة زياد عبد المتين شكراً لهذا التجاوب وشكراً لهذا العرفان لهذا الوطن وأخوك